اهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم اميرة يحيى في حلقة استثنائية قبل عيد الاطحى المبارك عاد الله علينا بالخير واليمن والبركات كل عام والامة الاسلامية بخير وسلام موضوع حلاتي النهاردة عن انتخابات مجلس الشيوخ ومرشحي حزب مستقبل وطن بالجيزة قبل نبدأ حلقتنا النهاردة ونتعرف على تفاصيل كتير قوي هسيبكم تتعرفوا على مرشحين حزب ومستقبل وطن في الجيزة نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما تعرفنا على مرشحين حزب مستقبل وطن من واحد لتمانية يسعدني ويشرفني أن يكون معايا النهاردة ضيف العزيز أحد أبناء كبار عائلات منطقة الهرم بالجيزة أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وأمين المجلس المحلية لحزب مستقبل وطن بالهرم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك من شكر جدا قبل ما نبدأ حلقتنا ونتكلم على العائلات ودعم عائلات الهرم لمرشحي حزب مستقبل وطن حابة تكلم مع حضرتك وإنت ابن من أبناء منطقة الأهرمات ودلوقتي احنا كلنا عارفين وشوفنا صور كتير قوي عن تطوير منطقة الأهرمات تقدر تطلعنا على آخر التفاصيل؟ أولا أنا بهني يا سادة المشاهدين بمناسبة عيد الأطحى المبارك كل سنة وحدة يتقال أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات أمين يا رب وإن شاء الله يجعل أيامنا كلها عائلات كده وفرح وخير وسعادة يا رب بداية بالنسبة لموضوع التطوير طبعا المنطقة الأسرية ومنطقة الأهرمات بتشهد في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطور جزري وكلي من حيث كل شيء هم دلوقتي شغالين عايزين يواجبوا طبعا العصر ويواجبوا يعني التطور من حيث أولا هم عايزين يعملوا بوابات جديدة أولا يبقى في بوابات جديدة على طريق الفيوم ثانيا هيبقى فيه ممشى سياحي كبير يعني بيربط ما بين المنطقة الأسرية وما بين المنطقة السياحية من داخل الحرم الأسري احنا بنتكلم على التطوير اللي حاصل في منطقة الأهرمات الفيو الفيو الأهرمات واحنا معانا هسور على الشاشة للمشروع اللي هو هيبقى يعتبر مكان فيه أعدى بدوية وفيه كافتيريا وفيه مطعم وفيه كيتزي إيريا وطبعا احنا شايفين قدامنا المنظر الخلاب اللي العالم كله لحد يومنا هذا ما يعرفوش إيه هو سر الأهرمات تفضل حضرتك كامل يا فند وبداية هو طبعا فيه شركات هو طبعا ده مجهود الدولة مجهود جبار حصل الفترة اللي فاتت والفترة حالية اللي احنا فيها وما شغالين بيديهم وسنانهم وطبعا القطاع الخاص بيشترك مع الدولة من حيث التطوير وفيه شركات كبيرة طبعا شغالة في عملية التطوير مع الدولة بحيث عشان المنظر يبقى منظر حضاري يواكب المنطقة الحضارية ومنطقة السياحية وطبعا ما ننساش المتحف الكبير طبعا ما هو ده اللي هيعمل التحول تحول للمنطقة كلها هيحول مصر على ماي دي حقيقة دي حقيقة المتحف ما شاء الله بزل فيه جهد كبير جدا طبعا هم عايزين هي تبقى يعني المنطقة كلها بتخدم على بعض من حيث المتحف ومن حيث الأهرامات هي المنظومة كلها تبقى يعني متكاملة يعني بقى السائح ينزل مطار سفينكس اللي بيتم إنشاءه وتم الانتهاء منه بحيث السائح ينزل من المطار يخش على المتحف ياخد جولته السياحية كاملة جوا المتحف يستمتع بالأثارة المصرية يطلع من المتحف على منطقة الأهرامات في حوالي 30 باص عاملينهم داخل المنطقة الكهرباء يعني يشغلين بالكهرباء بحيث يعمل يعمل جولة داخل المنطقة الأثارية يستمتع بالأهرامات وابل هولو بالفيوس طب بما إن احنا بنتكلم عن الأحزاب السياسية وحضرتك شاب بسم الله ما شاء الله كلمني عن أداء الشباب الحزبي هل هو قادر فعلا يبين مجهوده وقادر يثبت نفسه قاقيادة سياسية على أرض الواقع؟ أولا أنا أقول له حضريك على حاجة قابل الفترة اللي فاتت شهدت زخم سياسي من خلال يعني الزخم سياسي كبير قوي من خلال الشباب ومشاركة الشباب وتزاحم الشباب على الأحزاب السياسية طبعا الفضل بيرجع لدوت لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال احتواءه للشباب من خلال المؤتمرات اللي تمت الفترة اللي فاتت وبتتم بصفة مستديمة بصفة مستمرة سنويا هو عايز الشباب الرئيس عايز الشباب عايز الشباب يشارك عايز الشباب يكون لي دور فعال عايز الشباب يبني مصر هم دول أمل مصر وهو طبعا لي رؤية للشباب وإن شاء الله الشباب جاي يعني قادم في عهد السيد الرئيس كلمني عن حضرتك وشغلك كأمين للمجالس المحلية في الهرم لحزب ومستقبل وطن شايف إن حزب ومستقبل وطن وهو يعتبر أكبر حزب موجود على أرض الواجع ما نقدرش ننكر حاجة زي كده ومجهوداته كبيرة كمان بس حضرتك تقدر توصل لي إزاي قدرته وإنت شابه في سنك الصغير إن أنت تمسك منصب زي ده في أمانة الهرم؟ أنا عايز أقول حركة على حاجة بداية هو طبعا القيادة الحزبية اهتمامها بالشباب وتمكين الشباب في المناصب السياسية والحزبية وتأهلهم عشان يعني في مقادم للبرلمان للمجالس المحلية ده هدف وهدف حزب ومستقبل وطن يعني الركيزة الأساسية عنده الشباب ولو جينا على حرك لو جينا لاحظنا وبصينا على كوادر الحزب من الهاء العليا أو أمناء المحافظات أو الأمانات النوعية في المحافظات أو في الأقسام هللاحظ أن الشباب ليه دور كبير جدا هو الشباب هو المتقيني يعني بيمارس الدور على أرض الواقع فعليا فعليا حضرتك مجاهز لنا مجموعة من الصور أستاذ الإعداد يعرض لنا مجموعة الشباب الحزبي لحزب مستقبل وطن اتفضل يا فندا كمان طبعا عندنا معالي الأمين الأستاذ حمد الوليلي أمين الهرم بيدعم الشباب بشكل محترم جدا في ظهرنا هو طبعا خبرة سياسية كبيرة محنك سياسيا الراجل كان عضو مجلس محلي محافظة كان بيشارك في الأحزاب في مقابل سمعيته نظيفة يعني بيتمتع بالكبول من الجميع بيحظى بكبول من جميع العائلات والأشخاص في الهرم طبعا هو الفضل ده بيرجع للكيادة الحزبية الكبير يعني الكيادة العليا في الحزب إن هو بيجيب كيادات محترمة لها كبول في الشارع تقدر إن هي تجيب كوادر شابة محترمة تقدر إن هي تشتغل مع الناس تبقى متواجدة وسط الناس نقدر نقدم خدمة ملحوظة وملموسة للمواطن المصري طبعا المواطن المصري يهمه في الأول وفي الآخر المصلحة إن أنا أقدر كحزب إن أنا أقدم له خدمة وإحنا عملنا فعليات الفترة اللي فاتت وإحنا معنا صور للفعليات اللي حضرتك قمت بيها مع حزب مستقبل وطن عملنا فعليات في الفترة الأخيرة كتيرة جدا سواء يعني فيروسي أزمة كورونا مع الناس ما سيبناهمش فعليات للشباب دوري للشباب بصراحة يعني كم فعليات كان كبير جدا جدا يعني بتشوف إن الشباب يعني بيقرب وبيسعى إن هو يكون متواجد في الحزب وفعلياته ولا يعني بتلاقي منه هو نفسه هو اللي بيعرض وبييجي أمانة الحزب وبيتكلم وبيقول أنا أنا عايز أشارك في الحياة السياسية ولا لا والله أنا عايز أقوله حركة على حاجة هو طبعا إحنا مش نقول كل الشباب لإن بيبقى العمل العام دوت والعمل السياسي بيبقى غريزة شوية يعني اللي تربع على إنه هو يخدم الناس ويبقى موجود وسط الناس ده بيبقى خلاص ده حاجة مكتسبة جواه وعاشها فبيكملها وبيكمل يعني إيه خلاص هو حابب الموضوع فهو عايز يكمل كده طبعا مقارنة فيما سابق لا إحنا طبعا فيه تطور كبير جدا الشباب ما شاء الله عليه فيه إببال كبير إنه هو عايز يشارك في العملية السياسية عايز يبقى موجود على الأرض الواقع طبعا كل ده يرجع للفضل السيد الرئيس باهتمام السيد الرئيس الناس الشباب شايف إنه الرئيس متم بينا طب إحنا واخدين اهتمام الدولة واخدين اهتمام مع enjoyable الرئيس طب إحنا ليه ما نشاركش طب إحنا ليه ما نبقاش فعالين طب إحنا ليه ما نستشي الدولة كتف الكتف وإحنا نقدر إنه إحنا يبقى لنا دور وإنه إحنا نقدر نغدم الناس ونساعد الدولة في المشروعات والحاجات اللي بتتعامل مهو كل دي هتبقى بيش شبابية في النهاية خالص الشاب لو بدأ من بدري إنه هو يدخل العمل العام أو العمل السياسي ده بيخلي خبرة عنده بعد كده أنه يقدر أن يكون قيادة سياسية ويقدر يتكلم باسم الشعب تحت منصة سواء كان برلمان أو شيوخ؟ أكيد طبعا ما هو التأهيل السياسي من الصغر ومنذ النشأة بيخلي الشاب عنده تطلع أنه هو عايز يكمل أنه هو عايز يشارك في سواء الانتخابات المجالس النيابية سواء مجلس شيوخ سواء مجالس محلية من غير ما يشارك أنه هو مجرد أنه يشارك في الأحزاب ومجرد أنه عايز يقدم عمل عام للناس ويقدم خدمة للناس فعلا ده في حد ذاته شيء محمود عنوان حلقتنا النهاردة هو دعم كبار عائلات الهرم لمرشح حزب مستقبل وطن عايزة أسأل حضرتك يعني معروف عن منطقة الهرم زيها زي كتير من مناطق معافزة الجيزة أنها بيحددها العائلات وفيها عصبية شوية أنه زي ما بنقول العائلات أو كبار العائلات اللي موجودين ليهم يعني ليهم كلمة مسموعة أنه هما لما بيكونوا وراء مرشح معين أو أنهما لما بيكون دعمهم لحزبه معين إحنا بنعرف أن الكلام ده بيكسب لأن ده بيعبر عن إيه؟ عن الشريحة الكبيرة اللي موجودة في المجتمع تكلمنا عن عائلات كبار عائلات وحضرتك من أحد أبناء أحد أبناء كبار عائلات الهرم عائلة غراب طبعا باعت سويل سياسيا وميدانيا واجتماعيا وقضائيا وقانونيا كمان الله يرحمه الحج رحمة الله عليه سيادة المستشار فعايزة أعرف من حضرتك يعني تكلمني عن دعم عائلات الهرم لمرشحين حزبه ومستقبل وطن طيب بداية أنا أقول لحضرتك هو ده طبعا بيرجع لحسن اختيار الحزب لمرشحينه فالعائلات أما بتلاقي أن في شخصية تستحق نهاية تستحق الدعم وتستحق المسندة والمؤازرة إيه اللي هيخلي العائلات ما تساندش بالعكسة وخصوصا كمان أما بيشوفوا أن الشخصيات دي شخصيات شبابية عندها ما يؤهلها أن هي تصلح للقيادة النيابية أو السياسية عائلات الهرم ليها طبيعة خاصة شوية هي ما بتحبش حد يعني إيه هم ليهم رؤية وبيفهموا سياسة كويس جدا وبيعرفوا إزاي ينطقوا مرشحينهم فطبعا حزب مستقبل وطن احنا ما شاء الله احنا عندنا ثمن مرشحين على مستقبل محافظة الجيزة الثمن مرشحين لو جينا بصينا كده هنلاقي مزيج من الخبرة السياسيين كبار ليهم اسم شباب رجال أعمال ما شاء الله التمانية يعني فيه تنوع أنا حضرتك شايف أن الثمن مرشحين اللي بيقدمهم حزب ومستقبل وطن في الجيزة فيه تنوع أه طبعا سواء كان في الخلفية أو سواء كان حتى في الأداء على أرض الواقع أو حتى في الفكر طبعا والتنوع ده هيفيدنا إن شاء الله إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله في المجلس إن احنا هنقدر نستفيد منهم يعني كالشعب هيقدر يستفيد من النواب دي نواب عندها خبرة هيقدر يستفيد من الشباب ومن قدرة الشباب إنه عنده طاقة فعايز يقدم للناس أكتر خدمة ممكنة كل ده طبعا هيفرق مع الناس وعقلات الهرم احنا طبعا بنتميز بأن احنا يعني عندنا في الهرم نواب وطول عمرنا بيطلع من عندنا النواب من يعني منطقة الهرم يعني ايه هنقول مثلا نزلة السمان كفر الجبل البطران نزلة البطران نزلة السيس يعني فيه المربع ده مربع ده طول عمره بيخرج نواب تأكيدا لكلام حضرتك وتأكيدا لدعم العائلات فيه كمان دعم اللي هو نواب الجيزة وزي حضرتك ما قلت إن الهرم أو منطقة الهرم عموما طالع منها أكتر من نائم وزي ما شفنا دعم العائلات لحزب مستقبل وطن ومرشحين مستقبل وطن معنا كمان فيديو لدعم النواب الجيزة لمرشح حزب مستقبل وطن نشوف الفيديو ونرجع لكم نكمل حلقتنا حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة من واحد لتمانية صوت واحد صوتك لحزب مستقبل وطن أنا بدعم مرشحي حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ 2020 من واحد لتمانية صوت واحد أنا بدعم قائمة حزب مستقبل وطن من واحد لتمانية صوت واحد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 أنا بدعم الانتخابات الفردية بالنسبة لنا من واحد لتمانية كلهم واحد إن شاء الله تعالى وبدعم القائمة الإتلافية بإذن الله تعالى نحق نتيجة إجابية إن شاء الله تعالى كل الدعم والتقييد لحزب مستقبل وطن وكل مرشحين القائمة والفردي بإذن الله أدعم مرشحي لانتخابات الشيوخ 2020 من واحد وتمانية معاكم إن شاء الله من واحد لتمانية صوت واحد صوتك لمرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بندعم مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن دائرة محافظة الجيزة كل الدعم وتوفيق لمرشحي حزب مستقبل وطن من واحد لتمانية صوت واحد أدعم مرشحي حزب مستقبل وطن من واحد لتمانية صوت واحد بدعم الثامن المرشحين إن شاء الله مرشحي حزب مستقبل وطن بالجيزة كل الدعم والتقييد لمرشحين مستقبل وطن التمانية والأربعة قائمة إن شاء الله نتمنى توفيع للجمعين للجميع وإحنا إن شاء الله مع حزن ومستقبل وطن ومع نوابنا بنواحد التمانية صوت واحد وبندعم التمانية بإذن الله وإن شاء الله ينجحهم من أول مرة بدون إعادة بإذن الله ورجعنا لكم تاني بعد ما شوفنا دعم نواب الجيزة لقائمة أو لعدد المرشحين من واحد لتمانية لمجلس الشيوخ من حزب مستقبل وطن أرجع لحضرتك ونكمل كلامنا ونكمل حلقتنا ونتكلم على ابن من أبناء عائلات الهرم وهو مرشح رقم تمانية رمز الريمود ريمود الكنترول نتكلم على أستاذ عمر الأماطي هو ابن من أبناء الهرم وابن من عائلة كبيرة من عائلات الهرم عايزة أتكلم على دعم عائلة حضرتك ودعم العائلات شفتوا فيه إيه كحد يقدر أنه يتكلم بإسمكه أو شفتوا فيه إيه وبتطلبوا منه كمان إيه إن شاء الله بعد النجاح أنه يقدر يقدموا لمنطقة الهرم ولمحافظة الجيزة ككل طيب بداية أنا عايزة أقول لحضرتك نشكر الكيادة الحزبية في حزبه مستقبل وطن على حسن اختيارهم لابن من أبناء الهرم وابن من أبناء نازلة السمان خاصة أن أستاذ عمر الأماطي هو شاب بيتمتع بشعبية وسط الشباب هو طبعا جيل الوسط ما بين الشباب وما بين الكبار ليه طبعا تاريخ سياسي محترم جدا عضو مجلس محلي محافظة سابق من عائلة من عائلات الهرم اللي بتحزى بحب واحترام الجميع عائلته الأماطي من عائلات المحترم عندنا في نازلة السمان وإحنا بنشكر أولا الكيادة السياسية وكيادة الحزبية في الحزب على حسن اختيارها العمر الأماطي لأنه طبعا حريك بتعرفي أنه يعني عارفة أنه هم تمام مرشحين فأن الهرم بيبقى لي نصيب من واحد من تمانية من أبناء عائلتها فديدة حاجة مميزة جدا طبعا فده سابق طبعا لنا وده طبعا حاجة بتحسب لنا جدا وبنشكر الكيادة الحزبية على حسن الاختيار وأنه هم طبعا الهرم بقى لي نصيب لحريك بتعرفي يعني محافظة الجيزة 22 اسم ومركز وفيه إسام ومراكز كتيرة جدا معا ده ما فيهاش مرشحين للحزب فإن اسم الهرم يبقى لي نصيب من 8 مرشحين على مستوى محافظة الجيزة وكمان في ظل وجود القامات السياسية زي عادل بناصر أمين العام الحزب زي عصام بهلال أمين العام المساعد على مستوى المركزية زي أحمد بي قطبل أمين العام المساعد للجيزة وبقى المرشحين طبعا لهم كل الاحترام والتقدير فإن الهرم يبقى لي نصيب من مقعد من 8 مقعد فده طبعا حاجة بتسعيدنا جدا وحاجة بتفرحنا جدا وكمان حصن الاختيار للشاب اللي جابوه أو المرشح اللي جابوه عمر القماطي هو طبعا ده حاجة محمودة ومشكورة جدا للحزب وتتحسب للحزب تكلمني عن أستاذ عمرو والفترة اللي فاتت ونزولوا ولفوا على العائلات والوعود اللي اداها وقال إنه هو هيحققها أكتر من الوعود اللي هو ده حضرتك متوسم فيه إيه؟ عايز أقول لي حركة على حاجة احنا عندنا يعني في الهرم ما بنعتمدش على الوعود احنا بنصد تبننا احنا عايزينينا أفعيل بالظبط كده احنا شبعنا وعود انتخابية وشبعنا ناس جاية ببرامج مجرد ورق ومجرد منشورات بتتوزع الناس ومجرد يعني فيه اللي ربنا بيكرمه بعد ما بينجح وبينفذ البعض وفيه اللي ما بينفذس خالص فطبعا احنا يهمنا إنه يبقى أحد مننا واحد حاسس بينا حاسس بمشاكلنا حاسس باللي احنا هو عايش معنا فهو عارف أنا بلدي محتاجة إيه؟ الهرم محتاج مني إيه كويس جدا عارف الهرم محتاج الفترة الجاية إيه؟ طبعا الهرم بيشهد عملية التطوير الكاملة اللي بتحصل من خلال التطوير بقى في كل حاجة تطوير المنطقة الأسارية تطوير المساكن يعني وخايزين محتاجين خدمات كتير فإنه يبقى حد منك عارف انت يا وقت ما هتخبطي عليه الباب هتلاقيه هتقول له تعالى احنا محايزين منك كذا لا المنطقة محتاجة كذا لا احنا محتاجين تشريع كذا لا احنا محتاجين ده في حد ذاته شيء كويس جدا واحنا يعني بنأمل فيه ان شاء الله خير وبنتوسم فيه خير وبإذن الله هيكون عند حص نظامنا بإذن الله نعرف مشاهدين الكرام على مرشح مش دائرة الهرم وهنقول دائرة الهرم بس احنا هنتكلم على ان هو ابن من أبناء كبار عائلات الهرم معنا فيديو للسيرة الزاتية الأستاذ عمر الأماطي ونرجع لكم تاني موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وبعدين انت عندك مرشحين احنا عندنا في الجيزة 73 مرشح احنا 8 مرشحين من مستقبل وطن والله انت مقتنع بمرشحيننا ومقتنع ببرنامج مستقبل وطن ومقتنع بالشخصيات اللي مستقبل وطن جايبهاك يا مرشحين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كفاية بقى كفانة سلبية السلبية مكنت ناس من الحكم ما كانشين فعنها تمسك حكم مصر السلبية عملت عندنا حالة من حالات العزوف ان احنا مش عايزين ان احنا حالة من حالات الغضب طيب احنا مش عايزين كده بالعكس احنا عايزين نبقي ايجابيين جدا ننزل اختار مرشحك عن قناعة ادلب صوتك عشان صوتك هيفرق صوتك هيفرق وبنفكر مشاهدين الكرام ان احنا لازم نختار 8 مرشحين في الجيزة 8 مقاعد يعني احنا ما ينفعش ان احنا ندخل ونختار واحد بس او نختار سبعة لا احنا لازم نقترع ب8 اماكن في نهاية حلقتي انا بشكر حضرتك جدا وكان نفسي الوقت يتول مع حضرتك واتمنى ان شاء الله نعد مع بعض ومرشح الجيزة يكون كذبين ونتكلم عن المطلوب منه الفترة اللي جاي في نهاية حلقتنا وبشكر حضرتك واستاذ عمر غراب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وامين المجلس المحلية حزب مستقبل الوطن الهرم شكرا نورتنا وشرفتنا في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدين الكرام ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم النهاردة انتظرونا بعد العيد بإذن الله كل سنة وانتوا طيبين وبخير وسلام يا رب تحياتي أميرة يحيى إلى اللقاء